بسم الله الرحمن الرحيم القلب ليس مجرد مضخل الدم بل هو أكثر من ذلك يتحدث العلماء اليوم عن دماغ موجود في القلب يتألف من أكثر من أربعين ألف خلية عصبية أي أن ما نسميه العقل موجود في مركز القلب وهو الذي يقوم بتوجيه الدماغ لأداء مهامه والعجيب أن القرآن تحدث عن هذه الحقيقة الطبية بقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها هذه الآية تؤكد أن القلب يفكر ويعقل ويدرك